قام غبطة الكاردينال بيرباتيس سابت سبالة بطرير في القدس للاتين والوفد المرافق بزيارة تضامنية إلى رعية اللاتين في جينين وذلك لتفقد الأضرار التي خلفتها العملية الإسرائيلية العسكرية في المدينة وكان في الاستقبال الأب عامر جبران كاهن الرعية وعدد من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وعضاء من المجلس الرعوي وأبناء رعية الزبابدة والمجموعات الكشفية واطلع غبطة الكاردينال على الأضرار التي لحقت بمبنى البطريركية والظروف الصعبة التي مر بها وبعد الاستماع إلى الكلمات الترحيبية قال غبطته جئت لأكون بينكم وأؤكد لكم أنكم لستم وحدكم فنحن نمر أيضا بوقت صعب ولكن لا مجال لليأس وفي ختام الزيارة قام غبطة الكاردينال يرافقه المطران وليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس بجولة في الشارع المحيط بالرعية واطلع على حجم الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الأخيرة وفي السياق متصل قال الأب عامر جبران كاهن رعية جنين إننا نمر بأيام صعبة جدا بسبب اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة حيث طالت الأضرار الممتلكات الخاصة والعامة لأبناء الرعية والبنية التحتية والخدمات الطبية بشكل كبير وأوضح الأب جبران أن هذه الأضرار شملت أيضا المنطقة التي تقع فيها كنيسة اللاتين حيث تم التجريف الشارع من أمامها وتخريب عدة محلات تابعة للكنيسة وأضاف نتواصل يوميا مع أبناء الرعية ونطمئنوا على أحوالهم ونطلب من الله في صلواتنا أن يوقف هذه الحرب وأن يمنحنا السلامة والعيش بكرامة وحرية في بلادنا المقدسة